اشتركوا في القناة اشي بتعلق فيها ونشوف طريق الحل والمعادلات والقوانين اللي بتتعلق فيها نراجم مراجعات بسيطة ومعلومات عن الموضوع قبل ما نبلش شرح التوز اللي مطلوبة منا بهذا الشابتر هلا اول شي بحكينا انه البربابلتي والستاتيستيكس احنا بنستعملها لحتى ندرس راندوم فارييشن في تجارب الانجينيري هلا الشغلة الثانية رح نحكي عن التايبس للأرور عنا تو تايبس للأرور هلا مشكلة اي داتا في الدنيا لما نعملها تحليل احصائي الأرور اللي بطلع عنا انه شو اسباب وليش بعملك لش الداتا ما بتكون مية بالمية ليش لما انا ارسم خط ما بتيجي سبيسيفيك عليه وتكون كل نتائجها صح مية بالمية لازم دايما يكون عندي أرور هلا احنا رح ناخد موضوع نوعين للأرورز ورح نثبت واحد منهم ونشتغل على الثاني بهذا الشابتر هسا اول نوع من الارورز اللي هو البياس ارور هادا الارور بيكون سيستيماتيك او فكست ارور طبعا هادا الارور كتير صعب نكتشفه تمام يعني صعب جدا نكتشافه لانه بتأثر ببارييشن معينين بباراميترز معينة ما بنقدر احنا نعرفها بسرعة كيف بنقدر نلغيه او نخففه عن طريق الالكالبريشن النوع الثاني من الارور الي هو الالبريسجن ارور هادا البرريسجن بتعلق بالراندومز بالداتا الراندومز او بالإحصاءات والاحتمالات للداتا الراندومز الي هو الراندوم ارور تمام هادا الارور بنقدر نمله منيمايز عن طريق الربطاتيشنز وربليكيشنز يعني نقدر نعالجه عن طريق نعيد التجربة اكتر من مرة ونعيد التحليل اكتر من مرة لاكتر من داتا لحتى نقدر نحصل دقة اكتر في النتائجة رح تطلع معنا هلا بهذا الشابتر رح ندرس احنا البياس ارور والبياس ارور رح نعتبره بساوي 0 انه مش موجود انه انا رح اهمله رح اعتبر ما عندي باياس ارور ورح اتعامل مع البياس ارور اللي هو بالراندوم داتا هلا نكمل هلا بشكل عام بحكي لنا انه انا اذا انا عندي داتا داتا هاي عبار عن اكس واحد اكس اتنين اكس ثلاثة لحديث اكس ان هاي الدياتا انا اخدتها under fixed conditions يعني انا مثبتة كل الـ variables ومثبت عاملة يعني زي ما نحكي parameters او اجواء محددة وعرفيتها بالضبط فانا ما عندي اي باياس البياس رح اعتبره 0 هذه الحالة اللي رح نحكي فيها بهذا الشابتر تمام فبحكي لنا لما انا اكون امثبتة الـ conditions كل اياتهم اللي عندي البياس سيكون 0 ورح يكون عندي بس random error اللي هو ايش البياس البياس بهاي الحالة بقدر اعرف ال true value للا الاكسات عن طريق هاي القاعدة اللي هي شو بتحكي لنا اكس داش اللي هي الاكس داش اللي هي بتعبرلي عن true value بدون ال error بتساوي اكس بار زائد ناقص ال uncertainty عند precision معين او عند probability معين رح اشرح لكم parameter واحد واحد بس مش راح تفهموهم ولا تعرفوا كل واحد منهم عن شو بيعبر الا لما نبلش بحل الاسئلة تمام نكمل هلا عنا حكينا انه اكس داش هي عبارة عن true value والاكس بار هي point estimate اللي هي average ال data اللي معاي وبنقدر نحكي لها كمان هي عبارة عن representative value زائد ناقص uncertainty interval اللي هو قيمة ال error اللي عنا عند precision interval معين او عند probability معين طبعا مش راح نعرف احنا هلا لما نشوف القاعدة هاي مش نعرف ال b بالمية شو بتساوي بس هاي ال b بالمية هي بده تكون 95 بالمية 90 بالمية 99 بالمية هاي الاشياء بتساعدني لحتى اطلع ال values اللي انا محتاجيتها من الجداول تمام فمهم كتير نعرف كل parameter شو اسمه وعن شو بعبر وها نكون عارفة الصيغة العامة عشان هي رح يحتمد عليها حلنا للا اسئلة الجانية تمام هلا ال precision interval لها اسم ثاني اللي هي عبارة عن possible range لل errors هسا بدنا نبلش بالمواضيع المهمة اللي احنا رح نحكي عليها بال chapter 4 هلا هم سبع مواضيع 7 tools تقريبا رح نستعملهم او قواعد رح نستعملهم بهاد بدتشابتر اول قاعدة عنا اللي هو الهيستوغرام هلا اول شيء الهيستوغرام هذا بيعطينا فكرة كيف ال data موزعة تمام اللي هي data distribution اول اشيء الايشي اي انا عندي امه زي من احكي حالات معينة بهاي الحالات بستعمل الهيستوغرام اول حالة عندنا لم تكون الداتا اكبر من 20 يعني اذا ان اقل اذا ان بتساوي 19 ما بقدر استعمل الهيستوغرام او ما بزبط استعمل الهيستوغرام الحالة الاولى لها تكون اكبر من 20 حالة التانية انه تكون ان محصورة بين 20 و 40 وعدد القروبات بساوي 5 شو معنى هذا الحكي انه انا بكون فرضا عندي داتا تقريبا 80 زي ما نحكي لا خلينا نحكي 30 عين الحلو الثلاثين عيني هاي مقسمين لجروبس كل جروب فرضا فياته 5 عينات فانا بكون عندي 6 جروب تمام كل جروب فياته 5 زي ما نحكي داتا او 5 كقيم تمام فالفكرة من قيمة ان اي اكبر من او تساوي 5 اللي هو عدد جروبس الداتا انه انا مفرضا عندي 20 داتا هي لازمكون اكبر من 20 زي ما انا حكيت بالمثال انه انا عندي 30 قيمة اخدتهم فانا 30 قيمة هاي بقدر اقسمها لستة جروبات كل جروب بتكون من خمس قيم تمام فالن اي هي عدد الجروبس اللي عندي فانا عندي هون 6 جروبس والداتا فوق الثلاثين فوق العشرين وتحت الاربعين فانا بستعمل الهيستوغرام الحالة التانية انه يكون عندنا number of intervals اكبر من او يساوي اربعة شو معنى الانتيرفال اللي هي معنى الاعمدة هسا اذكركم كيف بيكون شكل الهيستوغرام هيستوغرام بيكون زي هيك عمود فرضا عمود ثاني عمود ثالث وهكذا تمام هسا هو بيحكيلي انه بستعمل الهيستوغرام لما يكون عندي عدد الاعمدة هاي اللي هما قيمتهم بتساوي كي عددهم بيساوي كي بيساوي اكبر من او يساوي اربعة يعني انا فرضا عندي هاي عمود عمودين ثلاثة اربعة اذا كي عندي بتساوي اربعة بهاي الحالة بقدر استعمل الهيستوغرام الحالة الاخيرة انه اني تكون اكبر من اربعة بهاي الحالة كي شو بيكون الها قانون معين عشان اقدر احسبو منها وهو بيساوي 1.87 في ال coû1 هذا اللي هو عدد الداتا قوة .4 زائد 1 تمام؟ هلأ بدي أحكي لكم شو بنقدر نطلع من الرسم إنه لو جاب لنا رسم إحنا شو بقدر أعرف منه؟ أول إشي بقدر أعرف منه قيمة N كيدي أعرف قيمة N؟ قيمة N هي هون يعني عندي الداتا الأولى، الداتا الثانية، الثالثة، الرابعة كوانوني لقروب الأول، الداتا الخامس، السابس، السابعة فرضاً كوانوني لقروب الثاني عرفتوا كيف؟ فأول شي بقدر أعرفه من الرسم اللي هو قيمة N والثاني بقدر أعرف إيش عدد K اللي هو عدد الأعمدة اللي عندي نكمل على إيش بقدر أعرف أنا من الشكل الهستوغرامي اللي عندي قلنا أول شي بنقدر نعرف عدد الداتا اللي عندي من قيمتهم والثاني إشي بقدر أعرف قيمة K اللي هي عدد الأعمدة اللي عندي بالرسم وتالت شغلة، فرضاً أنا بطلب مني الدكتور أغير عدد الأعمدة أو غير عدد الكي اللي عندي في عنا قاعدة شو بتحكينا بنختار اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة وبقسمها على عدد كي اللي عندي بطلع معاي رقم تاني لكي الرقم التاني لكي فرضاً طلع معنا هنا سبعة بقدر احولهم من اربع اعمدة لسبعة اعمدة فرضاً هاي خامس سادس سابع طبعاً عددهم يعني هنا بيعتمد كم بتكرروا تمام وبقدر ازيدهم زي ما بدي هذا الاشي خارج عن مادة القياس بس فرضاً اذا اجي سؤال حكالنا انا عندي عدد الداتا كذا اكبر قيمة عندي كذا مثلا وقل قيمة كذا تمام اعطيني عدد انتيرفل ثاني اعطيني شو ممكن انا احط انتيرفل ثاني لهاي الداتا باخد اكبر رقم عندي ناقص اصغر رقم على كي بطلع معاي رقم معين هذا فور اكزامل عشان ما تتخربطو فور اكزامل تمام هسا عنا القاعدة التانية لا الشابتر هذا بعد ما خلصنا القاعدة الاولى او الطولة الاولى اللي هي كانت الهيستوغرام شو بتحكي لنا هاي القاعدة؟ بتحكي لنا اذا انا كان عندي داتا اللي هي بتتتكون من اكز واحد اكز 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 ثلاثة هدول بدهم يكونوا ارقام مأخوذة من من نورمل ديستربيوشن يعني بيجي بعطيني بالسؤال بيقولي الداتا اللي عندك مأخوذة من نورمل ديستربيوشن بحكي لي بهاي الحالة بدا تستعمل هاي القاعدة اللي هي شو بتحكي اكس اي بتساوي اكس داش زائد ناقص زد الواحد في سيجما في عند بريسجن انتربال معين طب كل بارت شو بقصد في انا ال اكس داش اللي هي الترو فاليو هلا فهاي الحالة احنا رح نعتبرها اكس بار يعني ال اكس داش فيها القوانين هدول رح نعتبرها انها هي اكس بار نفسها فانا بس على الكالكوليشن على الكالكوليتر سوري بدخل الداتا اللي عندي وبكبسة واحدة بطلع قيمة اكس بار زائد ناقص زد واحد زد واحد هي عبارة عن شو هي القيم الزد اللي انا بطلعها من جداول ال نورمال دستربيوشن يعني عادي بستعمل قيم الجداول اللي عندي بروح عند محددة برطلع قيمة الزد اللي عندها من الجداول مضروبة في السيجما هلا السيجما والاكس بار ما بحتاج انا احسب بايدي لانه احنا بنعرى كيف نستعمل الكالكوليتر هلا ان شاء الله انا رح بالفيديوهات الشرح الاسئلة رح احكي لكم كيف تستعملوا الكالكوليتر هلا بنطلع قيمة السيجما وقيمة الاكسبور وبطلع قيمة زد من الجداول عند بريسجن انتيرفل محدد هسا عندنا قواعد او ارقام بتسهل لي هسا لو طالب مني لبريسجن انتيرفل عندي 68 احنا بنقربها تقريبا يعني ما بنحكي 68.72 لا 27 بنحكي بس 68% بتكون قيمة الزد هاي بتساوي واحد نفس القانون نفس كل اشي بس انه انا عندي قيم تقريبا ستاندرد للزد عند بريسجن انتيرفل محددة هاي الحالة الاولى اذا كان عندي 68 الحالة التانية اذا كان عنده 95% بتكون قيمة الزد بتساوي 2 الحالة التالتة اذا كان عنده 99% اللي هي بتكون قيمة الزد بتساوي 3 طبعا في هاي الحالة اذا اجا منك سؤال بحكي لك بدي تحسب لي ال x i عند بريسجن انتيرفل بتساوي 99 الدكتور ما بعطك ياها بالسؤال انت لحالة تكون عارف انه هي بتساوي 3 فانا بس بطلع السيجما و x داش واخر واحدة انه انا لما يكون عندي بدي اياها عندي بريسجن انتيرفل بساوي 50 بالمية بتكون 0.674 من السيجما تمام هزا نتذكر احنا رسمة النورمال ديستروبيوشن عنا كيف بتكون بتكون هيك قيم هون بعدين زي قمة بعدين برجع بنزل للقيم الصغيرة هلا بنص القمة طبعا الرسم مش بالزابط يعني بس كفكرة بنص الرسمة اللي بيفصل الشق الاول عن الشق التاني اللي هو قيمة المين اللي هي قيمة اكس بار تمام؟ هزا لما انا يحكيلي بدي وان سيجما اوكي بكون عارفة انا بدي يعني من هاي المنطقة لها المنطقة رح عارف قيمة السيجما في هدوله المنطقة لما يطلب مني 2 سيجما زي كأنه بطلب مني من هون لهون هاي ايش 2 سيجما هدا الاسئلة بيجو ضع دائرة او اشي يعني بسؤال انه انا بدي 3 سيجما بجيب لك الرسم وبعطيك القيم ومن هون لهون زي كأني بدي 3 سيجما من الداتا اللي عندي حتى انتو نفسكم لما تفكروا فيها رح تلاقوها منطقية انه انا بدي 68 بالمية فحتكون اصغر اصغر فترة بدي 95 بالمية هتكون اكبر من ال 68 بس اقل من ال 99 ال 99 تقريبا انا عم بغطي الداتا كاملة يعني طلعوا هنضل عندي بس كمية صغيرة من الداتا انا ما دخلتها بحسبتي ل 99 بالمية من السيستم اللي عندي طيب نيجي هسا القاعدة الثالثة القاعدة الثالثة بتحكيلي انا لو كان عندي داتا اللي هي X1 X2 X3 لحديت XN من برضو هذا الاشي بيكون معطب السؤالين انت ما بتحذر لحالك انه هاي الدياتا نورمال او فاينايت لا اخو بحكي لك انه انا عندي من فاينايت داتا بتتكون من كذا 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 بحكي لنا بهاي الحالة الـ X- قانونها بنطلعه من الـ X-Port تمام الـ X-Port بتساوي 1 على N في summation XI اللي هي من A1 طبعا انا حكيت لكم هاي الاشي احنا مبارح نحتاج هاي القوانين لانه عندنا كالكوليتر ما بنحتاجهم كبسة واحدة بنطلعهم والـ Variance الـ Variance هلا يختلف الـ Variance عن Standard Deviation في هذا القانون استعملنا الـ Standard Deviation تمام؟ في هذا القانون انا رح استعمل الـ Standard Deviation بس القانون اللي عندي بيعطيني بس الـ Variance فبحكي لنا الـ Variance بتساوي اللي هي عبارة عن الـ X-X تربيع بتساوي 1 على N-1 في summation X-I ناقص X-Bar تربيع هاي هي عبارة عن الـ Variance عشان اطلع الـ Standard Deviation باخد جذر الـ Variance عشان ما تنسوا الـ Variance بتكون Sigma تربيع والـ Standard Deviation بتكون بلا تربيع والقاعدة لهذا القانون شو بتكون X-I بتساوي X-Bar زائد ناقص T-V للـ B dot S اللي هي Standard Deviation هسا هذا T-V هو قيم محددة من الجدول بطلحها زي normal distribution زي قيم Z بس هاي القيم بتكون أقل يعني بتكون الـ Data الأقل ما بيكون عندي فوق الأربعين أو Data كتير كبيره تكون عندنا الـ Data هون صغيرة شوي فبنحتاج جداول T هيك اسمهم هدلاك جداول Z هدول جداول T أنا كيف بدي أعرف بدي أكون حافظة انه هذا فاينيت بس تعملها جداول T من القاعدة لأن الدكتور بيجبنا القواعد مرتبين ما بيقول لك هاي قاعدة finite وهذه قاعدة normal لا انت بتكتعرف لحالك فرح نحتاج جداول T طب هاسا قيمة V اللي بالT شو بتعبر لي؟ هي عبارة عن degree of freedom اللي هي بتساوي N ناقص 1 ان شاء الله بالحل هاي الفكرة رح توصل أكتر ورح تشوفوا الجداول كيف رح تستعملهم كتير إشي بسيط بس برضو بتيجي معنا القيم بالامتحان إذا الدكتور حكى لكم لا تجيبوا الجداول بيكون معطيكم القيم بس ما بيحكي لك مثلا السؤال كذا والقيمة كذا لا بالشيت بيعطيك مربع صغير فياته كل قيم Z و كل قيم V اللي انت بتحتاجها بس ما بتعرف اي سؤال فبتضطر انت تكون فاهم هذا السؤال رح استعمل فيه normal فرح استعمل قيم Z أو هذا السؤال عبارة عن finite فانا رح استعمل قيم T في standard deviation S طبعا هي تختلف عن standard deviation sigma برضو بالقالة الحاسبة بتطلع معنا مش اختلافي كبير بس انه بتختلف في الأجوبة طبعا بالخيارات إذا كان الامتحان ضع دائرة بتلاقي الجواب انك سواء استعملت standard deviation sigma او استعملت S فعشان هيك لازم نكون فاهمين هلا الفكرة الرابعة اللي عندنا بهذا الشابتر بتحكي عن standard error of means يعني انا بدي اطلع standard deviation لمين تمام؟ شو بتحكي انه standard deviation لمين هي عبارة على standard deviation اللي انا طلعتها للداتا الاصلية اللي عندي مقسومة على جذر عدد الداتا اللي عندي و اكس داش بتساوي اكس البار زائد ناقص تي الفيعي للبي دوت اس اكس البار هناك اذا انت بحتوا استعملنا standard deviation اس ال اكس هون لا بدي اس اكس البار هسا اس اكس البار تختلف عن اس ال اكس انه انا بطر اقسم على جذر الان تمام؟ عند محدد وهاي اللي هي ال point estimate هسا نيجي للفكرة الخامسة اللي بعيدنا بهذا الشابتر اللي هي بتحكي عن نوع جديد او طول جديد اسمه البولد اش يعني كلمة بولد؟ معنى كلمة بولد انه انا عملت التجربة اكتر من مرة واخدت قراءات اكتر من مرة يعني مثلا باجي انا باخد بعمل التجربة اول مرة بحط القراءات عندي فرضا هاي ان واحد اخدت فيها عشرين قراءة باجي بعيد التجربة كمان مرة بعمل تاني اسمه ان اتنين وبرده بيكون عندي عشرين قراءة لازم يكونوا نفس عدد ال N وباجي بعيد التجربة مرة تالتة بيكون عندي عدد معايم القراءات وقد ما بدي انا بعيد التجربة تمام؟ بهاي الحالة كل عمود بيكون عندي عدد عنا الو X bar و S X و S X bar خاصة فيه تمام؟ يعني N واحد بطلع لها X bar و S X و S X bar و N اتنين بطلع لها X bar و 3 نفس الحاكي هس البود شو معناه بيحكيلي طلعيلي X bar للبارات هدول يعني هاي مش لها X bar وهي لها X bar وهي لها X bar فهو بيقول لي أعطيني المين للمين يعني بده X bar لهاي و هاي و هاي و الستاندرد نفس الحاكي انه هو بده اياها للثلاثة انه نجمع X bar لهاي زائدها زائدها ينخصم عددهم عشان نعرف X X للبود ف البود مين شو بيعني اللي هو X bar البار يعني مين المين اللي هي عبارة عن واحد على M في N في summation ال M في summation ال N للقراءات اللي عنا هاسا شو بقصد أنا في N اللي هو عدد الداتا اللي عندي الربنتيشن الربنتيشن تمام؟ اللي هو عدد الداتا اللي هي عندنا هون عشرين فرضا و AM اللي هو عدد الأعمد اللي عندي هون عندي اياهم ثلاثة أعمد وها بتكون ثلاثة اللي هي الربليكيشن تمام؟ هاسا بعد ما خلصنا البود مين نحكي عن البود ستاندرد اللي هي عبارة عن شو؟ عبارة عن سل اكس سل اكس بار انتبهوا انه أنا بس اعمل سل اكس بار في هاي القاعدة بتكون بتساوي سل اكس على تحت الجذر ل M طب سل اكس كيف تطلحها قانونها تحت الجذر واحد على M في summation سل اكس تربيع كيف ننطلح هاي الأشياء؟ على الكالكوليشن يعني ما منحتاج أصلا نحسب هاي الأشياء تمام؟ نيجي لفكرة الخامسة اللي عندنا او لا قبل الفكرة الخامسة نكمل القاعدة يعني احنا هون تعلمنا كيف نحسب ال اكس بار تعلمنا كيف نحسب الستاندرد هاسا شو القاعدة تاعت السيستم تاع البود اللي هي عبارة عن اكس الاي بتساوي اكس بار البار شو يعني بار البار؟ يعني بعد ما اطلع ال اكس المين تاع قيم ال اكس اللي عندي بدي ارد اعمل من للمين برضو عالكالكوليتر يعني ما بتحتاجوا انتو تشتغلوا اشي بايديكم زائد ناقص بحتاج جداول التي اللي في فاصلة بي مضروبة في الاس اكس بار انتبهوا انو انا في قوانين البولد بستعمل اس الاس بار ما بحتاج الاس الاس اللي عاوضها في القانون ساتس قاعدة عندنا بهذا اللي تشابتر بتحكي عن البرسجن انتيربل فور سامبل فاريس هسب هاد الفكرة رح نستعمل جداول تانية احنا عندنا شو انواع الجداول اللي هي جداول الزد وجداول التي وجداول الكاي اللي هي اكس اه تربية تمام فبحكي لنا انو الفاريانس في البرسجن انتيربل بتتراوح بين قيمتين قيمة صغرى وقيمة عظمى القيمة الصغرى الها بتساوي في الفي هي عبارة عن شو عبارة عن عدد السامبل ناقص واحد مضروبة في الستاندر دفياشن الها تربية على قيمة الكاي سكوير عند اثنين ونص بالمية والقيمة العظمى لها برضو بتساوي الفي اللي هي ان ماينس واحد مضروبة في الستاندر دفياشن لها على الكاي سكوير لا السامعة وتسعين ونص بالمية هادا كلها يعطوا عنده بيسجن انتيربل خمس وتسعين بالمية طبعا بيجي بحكي لك بالسؤال اعطيني البيسجن انتيربل للفاريانس بتكون انت عارف انك بدك تحصرها برينج قيمة عظمى وقيمة صغرى بدك تستعمل الكاي سكوير كاي سكوير بنستعملها بس بهاي الفكرة هسا اخر فكرة عندنا بهذا الشابتر اللي هي الداتا اوت لاير ديتكشن هلا ايش مقصود بهاي الفكرة بحكي لي انه هو بده يعطيني ريدنكس معينة او داتا معينة وانا بدي احكيله هل هي ريجيكت ولا اكسبت طبعا ازا بتلاحظوا اغلب الافكار اللي انا بحكي فيها لأفكار تحليل احصائية او احصاء يعني بس هي ترتيب افكار هسا لحتى انا اعمل ريجيكت لداتا معينة عندي خطوتين الخطوة الاولى بدي اطلحها القيمة الاكس اي اللي هي عبارة عن اكس البار زائد ناقص تي للفي عند بروبابيليتي بتساوي تسعة وتسعين فاصلة تمانية بالمية مضروبة في اس ال اكس هسا بطلحها هلا قيمة الاكس الاكس اي هاي تمام؟ اذا كانت خارج ال الي lizard الي عندي بعملها عملها اكس شخص الخطوة الثانية بدي اطلع اشي اسمه Z node واطلع الprobability عند Z node وبدي اطلع الprobability عند اشي اسمه PA هس نشوف اول شي Z node شو بتساوي هي عبارة عن قيمة XI اللي انا طلعتها ناقص ال X bar اللي انا بطلحها من ال data اللي عندي مقسومة على S ال X كل هياته بقيمة مطلقة طلعنا قيمة Z node تمام اعرفت قيمة Z هسا انا بدي اروح على الجداول اطلع قيمة probability لل Z node هسا probability لل Z node هاي تمام لازم تكون بين الزيرو تمام ايه لا قيمة الزد تاعتي اللي انا بدي اطلحها لازم تكون محصورة بين الزيرو بين Z node اللي انا طلعتها تمام وعننا كمان اشي بدنا نطلع قيمة ال BA هسا انا طلعت الزد نود وطلعت ال B للZ node طب شو بدي اقارنها بدي اقارنها بال BA ال BA شو بتساوي بتساوي 1 ناقص 1 على 2N هسا بحكي لي اذا طلعت ال B للزد النود اكبر من ال B لل A بعمل رجكت للداتا يعني هاي عندي خط هذا خط المين والداتا تاعتي متوزع حوالين اذا كان عندي لبروبابيليتي تاعة السيستم تاعي فوق الا اعلى قيمة لداتا تاعتي على قيمة لداتا تاعتي بارفوضها واذا كانت اقل من اقل قيمة لبروبابيليتي تاعتي لداتا تاعتي بارفوضها هسا بالحكي رح تحسوا حالكم مش فاهمين او مش عارفين ايش هو هذا الاشي بس بحال الاسئلة يعني ما فيها اشي يعني بس ضاعوا تعويض ارقام ومقارنة قيم ببعض بس شكل القانون لحاله بخوف هايك بنكون خلصنا افكار وشرح قوانين تشابتر 4 ان شاء الله بحال الاسئلة بتلاقوا حالكم متماكنين اكتر من القوانين